لجنة الاستقناف بتقول انها موصل لهاش اي حاجة بالنسبة للتظلم على عقوبات لعبت الزمالك بعد مباراة السوبر المصري وبعد ما رجعوا من الحبس العقوبات ظهرت بعد نهاية البطولة وده شيء غريب جدا بصراحة اي عقوبة كان ممكن بعد المباراة الاولى وبعد ما حصل الموقف دوت كان ممكن شلبي حتى هو كده كده ما لعبوش يعني ولا حضروا المباراة بس كده كان ممكن كده كده يتخذ قرار بعد المباراة الاولى ما يلعبوش مباراة الاهلي في المباراة النهاية ده الطبيعي ومنطقي ان ما يكون فيه حاجة خروج عن النص والخروج عن النص دي بتبقى في مباريات فقط مرتبطة بالسوبر فكان لازم العقوبات تطلع بعد المطش على طول لكن طبعا اتحاد الكرة نايم وما بيطلعش اي حاجة وبيخاف من الرأي العام وده اللي حصل فعلا ان العقوبات بعد ما لعيبة تحبست ورجعت مصر وطلعوا العقوبات باربع مباراة لكن في النهاية الزمالك لم يتظلم وفي النهاية الزمالك لو تظلم مش من حق اي نادي يتظلم ما تكون اقل من اربع مباراة يعني ما تكون اربع مباراة مش من حقك تتظلم فوق الاربع مباراة تبتدي تتظلم وتقللها وبالتالي يعني برضو يعني يقولك لازم الزمالك على الاقل يتظلم لكن في النهاية العقوبة دي معناها بالعرب كده ان مصطفى شلبي و دونجا كلعيبة يعني سيبكم من عب واحد السيدة هو مدير كورة كده كده يقعد في المدرك يقعد في الملعب مش قصة لك مصطفى شلبي و دونجا سنتين مش هيلعبه السوبر المصري والسنتين دول في الامارات يعني السنة الجاية لو زمالك لعب السوبر المصري وانا بقول لكم زمالك هيلعب السوبر المصري سنة الجاية واللي بعدها لان الكارت الزهبي كسب بطولة الكارت الزهبي هيبقى مشارك وكده معناها ان سنتين متتالين مصطفى شلبي ودونجا مش يلعبوا السوبر